بغية تنظيم عمل هيئة الحجد الشعبي وضمان حقوق منتسبيها وذويهم شرع هذا القانون ما أن أعلن عن إقرار قانون الحجد الشعبي الذي مرر قبل أيام في مجلس النواب حتى تكشفت نوايا الكتل السياسية التي كانت تخوض مناقشات حول مسودة الوثيقة التاريخية التي تعمل عليها لجان التحالف الوطنية إذ أكد المتحدث باسم تحالف القوى بأن إقرار قانون الحجد بهذه الطريقة ضرب مشروع التسوية عرض الجدار وألغى دولة المواطنة حسب تعبيره نعتقد أن هذه الطريقة والتسوية على قانون الحجد الشعبي ضرب المصالح الوطنية ووثيقة التسوية التاريخية عرض الحائط وبالتالي اليوم مطلوب التفكير عن طريقة جديدة للخروج من هذا المأزق هذا مأزق حقيقي تحالف القوى العراقية الآن يبحث عن خيارات لمواجهة هذا الأمر لا يمكن لنا أن نقبل أن تهم المؤسسة الرسمية موجودة الآن تقدم تضحيات تحقق نصر تعطي شهداء يوميا المتمثلة بالجيش وجهز مكافحة الإرهاب والشرطة الوطنية والشرطة الاتحادية ونعطي الدور الوحيد فقط لجهة أخرى فيما أشار نواب عن دولة القانون أن فقرات التسوية حرفت عن المسار الذي صيغت من أجله وأخذت بعض الكتل تتكلم عن مساع لإشراك أعداء العملية السياسية في هذه الحوارات وهذا ما يتطلب استفتاء شعبي لتحقيق ذلك وزعماء الكتل ليس لديهم صلاحيات إجراء هكذا حوارات يصبح هناك انحراف لهذه التسوية بأن تفتح حوار مع شخصيات مطلوبة للشعب العراقي شخصيات معادية للعمل السياسية وليس معترضة على العملية السياسية وهذا هو خط أحمر لا يمتلك القادة السياسيين إجراء تسوية أو عقد سياسي دون الرجوع للشعب العراقي باعتبار أن الشعب العراقي هو الذي دفع الثمن خلال فترة ما بعد داعش لذلك حقيقة نحن نطالب أن يكون هناك استفتاء ونطالب التأني في اختيار الشركاء لهذه التسوية ويرى نواب عن التحالف الكردستاني الذين صوتوا للقانون المذكور بأنه سيكون حجر عثرة في طريق التسوية وكما أسس لدولة المكونات وعلى التحالف الوطني أن يبذل جهودا كبيرة لإرضاء الأطراف الأخرى التي قاطعت التسوية على هذا القانون لا أحد ينكر أهمية الحاج الشعبي وتضحياته وما قدمه للشعب العراقي لكن تشريع هذا القانون إذا كنا نتحدث عن بناء دولة مدنية فأعتقد تشريع هذا القانون ليس في صالح الدولة المدنية وإنما يصب في تأسيس دولة مذهبية العراق بهذا الفسيفساء الرائع هذا القانون ربما سيمزق هذا الفسيفساء من بغداد وليد الشيخ الحرة